شيخنا بالنسبة للآية اللي بقوله نسخة الشيخ والشيخة زنى أرجمه وانك آدم من الله هذا طحة هذا ثبوته صحيح ولا شك شابه اي ناط هذا الذي يسمى بمنسوخ التلاوة اي نعم منسوخ اللفظة بقي الحكم لكن بالنسبة لو نظرنا للآية شيخنا يعني الشيخ والشيخة إذا زنى فحكمهم الرجم طب لو إن شاب متزوج وزنى كد من نطبق عليه الآية أو شيخ كبير زنى ولم يتزود رحضن بالمفهوم والمفهوم اختلف العلماء بجواز الأخذ والاستجلال به إلى مرهبين ماذا بالجمهور أن المفهوم حجة إلا إذا خالف نصا منطوقا ماذا بالحنفية أنه لا يستجب المفهوم والرأي الصحيح وكما كنا الأول في نائل كل طالب علم يعلم أن هذا المفهوم الذي جاء في الآية المنسوخة التلاوة هي تتضمن حطنا خاصا بالشيخ والشيخة إذا زلعها لكن ألا يوجد مص منطوق يبين جواب ما سألته إما إذا كان شابين وكان محصنين أنهم يعاملان معاملة الشيخ والشيخة أنا أتساءل ألا يوجد هذا المصر أنا ما أعلم كيف تعلم ومثلك يكون ما أعلم كيف ما تعلم ما في فرق بين محصن وغير محصن المحصن يرجم وغير محصن هذا هو غير محصن لا يرجم يجلد يجلد المحصن يرجم الآية المنطوقة التلاوة تقول الشيخ والشيخة إذا زملة فنقول إذا شاب محصن وزمة الآية ما فيها تقول الشيخ أجبتك الآية بالمفهوم ليس بالمنطوخ بالمفهوم المفهوم إذا خالف المنطوخ ليس بحجة المفهوم لا تأكل الربا أضعاث مضاعفة مفهومة 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 إذا كان الربا غير أضعاث مضاعفة يجلد لكن نص القرآن والسنة نصه منطوق يعني نعم لأن المنطوق غاب المفهوم المفهوم ينقابل المنطوق نعم فالنصوف التي ذكرت الكتاب والسنة تحرم الربا بصورة مطلقة نعم كما في قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تنظمون ولا تنظمون نعم والأهاديث وما أكثرها برهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستة وثلاثين الزلع هذه كلها منطوقات نعم ما لا تفعل هذه المنطوقات ترفع تنسخ مفهوم آية لا تأكل الربا العظم الله منطوق التفريق في المصر القرآني تذكر المصر وأنت الحافل هل ينفرق بينا المحصن وغير المحصن آية جانية و الزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جندة ولا تعقوبكم بهما رافضوا في يدين الله إن كنتم تؤمنون بالله وليوم الآخر وليشهد عذبهما طائفة من المؤمنون نعم نعم وغير المحصن هذه في الغير محصن هذه الآية بجلدهما مئة جندة وغير المحصن لكن ما في بيان المحصن ما هو شو حكم المحصن الرجم اللي هي الآية المنسوخة التلاوة لا بتنمص المنطوق من غير آية التلاوة المنسوخة التلاوة ما في آية في الرجم ما الضروري حكم السنة هذا تعلان السنة السحابة 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 من بخير التلاوة أنا يزح رجم الآية لا يقال إنها منسوخة التلاوة والعكم التلاوة فقط والحكم ثابت بخصوص الشيخ والشيخة إلى جميع لكن مفهوم الآية ليش ثابتا لأنه تنسخ العام بالخاص وتقييد المطلق بمقيم هذا من هذا القبير ولذلك فلا يرد الإشكال الذي أوردته على آية الشيخ والشيخة لأن هذا إراد يرد على آيات محكمات ليست منسوخة التلاوة ولا هي منسوخة الحكم مثلا وأمهاتكم وملكي أرضعنكم هذا نص مطلق فإنه أنها أرضعت كثلا مصة أو مصتين أو رضع ورضعتين عنوم أو مطلق الآية يشمل هذا الرضيع لكن لما جاءت النصوص في السنة تبين أن الرضاع المحرم هو ما أنبت اللحمة وأنشز العظمة هو خمس رضاعات مشفعات إلى آخرين من أن الآية لا تؤخر بإتواقها إنما بما بيّنت السنة من تفيديها بنحض مما ذكرنا من النشيخ هذا تعامل لآية من شوخة التلاوة شكرا